اشتركوا في القناة بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد المشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول إشراقات قرآنية وقفنا في لقائنا السابق عند قوله تعالى أعدت للكافرين أي هذه النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وذكرنا طرفا مما يتصل بمعنى قوله أعدت قلنا ذهب البعض بعض المفسرين أو بعض العلماء إلى أن قوله أعدت يفيد أنها معدة بالفعل وأنها موجودة بالفعل وربما استظهروا لهذا بقوله تعالى مثلا في شأن آل فرعون النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذب النار يعرضون عليها إذن في عرض على النار ولكن في المقابل من قال إنها ليست بموجودة الآن قالوا النار يعرضون عليها أي صورة مثالية كتلك التي رأىها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الإسراء والمعراج رأى أشياء من عالم المثال من عالم المثال رأى أشياء فيها ضرب مثل يعني مثلا عندما رأى إنسانا يأكل يأكل من جيفة أو يأكل من لحم مي من لحم من لحم شخص ميت ويترك اللحم الطيب فأخبر بأن هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للمغتاب وهكذا بالنسبة لآكل الربا وهكذا بالنسبة للزناه وهكذا بالنسبة لمانع الزكاة ولا أريد أن أطيل الحديثة حول هذه المسألة فإنها طويلة الذيل لكن أكتفي بذكري بعض الأدلة التي ذكرها الفريقان يعني الفريق الأول اللي بيقول هي موجودة معدة حتى الجنة الأعدت للمتقين زي ما ألف الجنة أعدت للمتقين هنا ألف النار أعدت للكافرين ها طيب هؤلاء استندوا إلى أن الجنة موجودة وربما برضك استدلوا بقولي ففي الجنة وهناك برضك وأما الذين شقوا ففي النار لكن فيما بيناه سابقا أن ممكن هذا التعبير ففي الجنة أي حكما بحكم الله بحكم الله لأنه لا يغلب على شيء فالذي قال ففي الجنة هو الذي لا يغلب على أمر يعني أنا ممكن أعد شخص وقد أغلب على الوفاء بهذا الوعد أو بهذا الأداء قد أغلب عليه بأن يمنعني مانع أو بأن يحبسني حابس لكن الله عندما يقول ففي الجنة فالله لا يغلب على شيء يبقى من الممكن ففي الجنة حكما وقد ذهب الآخرون إلى أن في الجنة أي حقيقة ولكن هذا لا يتفق مع مفهوم الاستفهام أو الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فالاستثناء لا يكون في الآخرة أبدا وإنما يكون في الدنيا أي إلا ما شاء ربك من تحول وجهتهم بعد أن كانوا من أرباب السعادة عملوا عمل أهل الشقاء كما قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها إذن الحديث يؤكد أن دلالة الاستثناء بالمشيئة لا تقع إلا في الدنيا بمعنى التحول إن الإنسان كان مستقيم وكم بيعمل عمل أهل السعادة ثم تحول أو كم بيعمل عمل أهل الشقاء ثم تحول إذن هذا المعنى هو الذي يتفق مع قوله سبحانه ففي الجنة أو قوله ففي النار هذا دليل أقوى ودليل أرجح فيما أرى إنما البعض برضك بيستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لمن كانت تنتحب ولدها الذي قتل في سبيل الله وقالت يا رسول الله اخبرني إن كان في الجنة صبرت وإن كانت الأخرى ترى ماذا أفعل فقال أوهبلتي إنها ليست بجنة واحدة وإنما هي جنان كثيرة وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى أصاب الفردوس أهل طب أصاب الفردوس يعني معناها أن الفردوس موجودة لكن برضك نرجع إلى ما ذكرناه في قوله أو حول قوله ففي الجنة أصاب الفردوس أي بحكم الله أي أصابها حكما وقضاء قضاء مقضيا وعلى كل أنا لا أستطيع أن أحمل المخالف لهذا الرأي على الأخذ بكلامي في هذه المسألة ولا يستطيع الآخرون أن يحملون أيضا على ما يرونه في هذه المسألة ولكن ينبغي أن لا ننكر في مسائل الخلاف يعني المسائل وخصوصا ما يتعلق بفهمنا للكتاب ما يتعلق بهذه الأمور الخلافية البسيطة في الفروع ما ينبغي وخصوصا في مسائل الخلاف يا إخواني ما ينبغي أن يكون هناك إنكار في موطن الخلاف إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف ما ينبغي أن ننكر فيها على من خالفنا وأذكر هنا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيي غيري خطأ يحتمل الصواب أنا قلت في لقاء سابق لعلي من خلال هذه القناة المباركة أو من خلال درس أو من خلال خطبة قلت لو شاء الشافعي لقال إن رأيي حق لكنه لم يقل حق بل قال صواب لأنه لم يشأ أن يعطيها لرأيه أو لقوله صبغة الحكم الثابت الذي لا يتبدل لأنه يقول حق يعني معناها أن كل من خلفني فيه فهو على باطل لأن الحق لا يكون إلا في مقابل الباطل فهو لم يقل ذلك لم يدعي امتلاك الحقيقة أو امتلاك الحق وحده لم يقل قولي حق بل قال قولي صواب قولي صواب يعني إيه قولي صواب؟ يعني جعل قوله أو رأيه من نتائج النظر في أجزاء النظر من نتائج النظر عندما يوسع الإنسان دائرة النظر وينظر في أجزاء أو يجمع أجزاء النظر قد يخلص بنتيجة يخرج بنتيجة هذه النتيجة ممكن أن يصيب فيها وممكن أن يكون مخطئا فلم يقول قولي صواب هذا مقبول إنما لم يقول قولي حق هذا غير مقبول فأنا كذلك أقول مع أنني رجحت أن قوله تعالف في الجنة الأنسب والأشبه أن يكون حكما لا حقيقة وواقعا الأنسب هذا لكنني مع ذلك لا أحجر واسعا بالنسبة لما يراه الآخرون في توجيه هذه الآية وفي توجيه هذا اللفظ وهو قوله أعدت للكافرين كما جاء في جانب المؤمنين أو المتقين أعدت للمتقين ثم تلى ذلك قوله سبحانه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات من المناسب إذا ذكر الوعيد أن يتبعه ذكر الوعد هذا وعيد هذا وعيد فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار أعدت للكافرين ده وعيد طيب من المناسب أن يذكر الوعد بالجنة وبشر من المخاطب بقوله وبشر النبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب يقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ويقول أيضا في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويقول في نفس السورة الأحزاب وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بعد هذه الآية يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين من هم المؤمنون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أن لهم تقديم الجار والمجرور يفيد التخصيص ويفيد الحصر ويفيد الاختصاص أن لهم أي ليست هذه الجنات لغيرهم ممن جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله ليست لهؤلاء ليست للمكذبين ليست للمشركين ليست لمن مات على الشر أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذن الجنة لمن للمتقين الجنة للمؤمنين الجنة لمن مضى ذكرهم في أول السورة هدى للمتقين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات دائما العمل الصالح يأتي مقترنا بالإيمان وذلك لأن الإيمان لا يصدق إلا على ما يصدق عليه أداء الإنسان الإيمان بمفهوم التصديق لا يتحقق ولا يصدق إلا على ما يصدق عليه الأداء الأداء يعني إنسان بيقول أنا مؤمن أنا مؤمن ولكن أعماله لا تدل على ذلك لا تدل على ذلك فهذه مجرد دعوة مجرد دعوة ما ينبغي أن ترفع لها الرؤوس بعد هذا الفاصل إن شاء الله نكمل الحديث حول هذا قبل الفاصل كنا نتكلم عن قوله وبشر الذين أمنوا البشر الأصل في البشارة أن تكون بالخير ولكن قد يستعمل هذا اللفظ في غير الخير يعني قد يستعمل في جانب الوعيد يعني من باب التوسع العرب كانوا يتوسعون باستعمال اللفظ في غير ما وضع له يعني كلمة الاقتراف 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 في الأصل يستعمل مع السيئة لكن عندما قال الله في سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال بعدها ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة هنا استعمل قوله استعمل ومن يقترف في جانب الحسنة إيه هي الحسنة مودة أهل البيت مودة أهل البيت ينبغي أن يمارسها الإنسان ويباشرها كمباشرته لما فيه هول لنفسه أو كأنه يقترف معصية أو يقترف شيئا فيه هول للنفس أو فيه غرض للنفس أو فيه ميل ميل للنفس ومن يقترف حسنة هذا من باب التوسع جائز وكذلك فبشرهم بعذاب أليم مثلا بشرهم بعذاب أليم لكن هنا على الأصل وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات دائما العمل مقترن بالإيمان وهذه قضية تكلم فيها العلماء كثيرا أن لهم جنات باعتبار باعتبار يا أخوانا أن الجمع الجمع إذا أتى في مقابل الجمع يقتضي القسمة أحدا لكن جاء أيضا قوله تعالى وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَبَعْدَ آيَاتِ قَالَ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ يبقى عندنا جنتين وجنتين يبقى أربعة بل وجاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما هذا كما في الصحيح يؤكد أنها جنات مش جنة وحدة جنات كثيرة أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلمة من تحتها ربما يراد بها أن الماء يجري من تحت هذه القصور ومن تحت هذه الأبنية ومن تحت هذه الجنات وربما يكون المقصود يجري إزاءها أما تقول مثلا أنا أسكن في الدور الثالث العلوي وتحت حديقة تحت حديقة هل تقصد بأن الحديقة تحت المبنى تحت البناء أم تقصد بأن بقولك تحت حديقة أي أنها أمام البناء أو تحيط بالبناء يبقى تجري من تحتها الأنهار ربما يكون المراد تجري أمامها أو تجري بجنباتها أو تحيط بها الأنهار على كل هذه أمور لم يفصح الحق سبحانه وتعالى عنها وإنما أوردها هكذا أوردها هذا الإيراد وقد ملك علينا منافذ الإدراك لما أعده للمتقين بقوله أعددت لعباد المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر طيب مدم آل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يبقى ماذا يغني الحديث عن هذه الأشياء أو عن هذه الأنهار وهذه الجنات من خلال التصور التصور في هذه الأمور لا يغني ليه لأنه منقطع بما ملك علينا سبحانه من منافذ الإدراك حيث قال ولا خطر على قلب بشر ما هو التصور والتخيل ما هو ما يغطر على البال ما يغطر على البال الحق نفى هذا أيضا وما لا يغطر على بال إنسان ويبقى الأمر على إبهامه تجري من تحتها الأنهار طيب لكن الحق ذكر الأنهار إيه هي الأنهار دي هناك في سورة محمد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى هذه أنهار من ألش نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من خمر ونهر من عسل مصفى بل قال أنهار أنهار من ماء غير آس والآس بمعنى النكد يعني العفن العفن الأسن الأسن بمعنى العفن المتعفن غير آسن لأن الماء عندما يترك هكذا ممكن يتغير ريحه غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يتغير طعمه طعمه أنهوبة طعمه اللي احنا مندوء في الدنيا ولا طعمه في الآخرة بلا شك أن الأشياء وإن تشابهت صورة لكنها ربما تباينت حكما وتباينت ماهية وتباينت جوهرا هذه أشياء ممكن يقع التشابه يعني كما وصف الله سبحانه وتعالى هذه الثورة مشتبها وغير متشابه مشتبها وغير متشابه مشتبه في الشكل والصورة وغير متشابه في اللون والطعم غير متشابه يعني غير متماثل غير متماثل في الواقع وأما هو مشتبه من حيث المسمى من حيث ده تفاح مثلا ده تفاح ده تمر ده عنب ده رمان ده المسميات وحده المسميات وحده فقد تتشابه في المسميات تتشابه المسميات ولكن في الحقيقة أو الجوهر تجد هناك تباين تباين كبير الأنهار كما ذكرها الله في سورة محمد أربعة كلما رزقوا منها كلما ظرف رزقوا منها من ثمرة رزقا كلما تفيد الاستمرار كلما رزقوا منها منها من إيه من هذه الجنات من هذه الجنات من ثمرة أي من جنس ثمرة من جنس من جنس ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي في الدنيا هذا الذي رزقنا من قبل أي في الدنيا ثم قال وَأُطُوا بِهِ مُتَشَابِهًا أُطُوا بِهِ بِهِ اللي هو الرزق ولا الثمرات ولا شيء تالت هنا في حاجة عند العرب ونجدها في القرآن حاجة اسمها الاستخدام أسلوب الاستخدام الاستخدام يعني إيه يعني أن يكون الحديث عن شيء أنا بتكلمش الآية بتتكلم عن الجنات أو بتتكلم عن الرزق أو عن الثمرات بعدين نقول وَأُطُوا بِهِ كَأَنِ الحديث هنا أو هذا تمثيل وتوطئة توطئة لما تشابه على أولئك في القرآن من الآيات أُطُوا به الضمير يعود للقرآن آه ممكن باعتبار أن قوله سبحانه وتعالى كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي الناظر في القرآن يقول لك ده كلام العرب العرب يأتون بمثله أو نحن نأتي بمثله لكن الشيء العجيب هذا الاستخدام معنى أن تذكر الشيء ثم ترد الضمير إليه بمعنى آخر كما في قوله مثلا في سورة الملك وَلَقَدْ زَيَنْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَلَقَدْ زَيَنْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِنِجُومِ آه زيَنْنَا بِمَصَابِيح وَجَعَلْنَاهَا رجوما للشياطين قال بمصابيح وجعلناها أي المصابيح رجوما للشياطين فرد الضمير إلى المصابيح لكن بإيه بوظيفة أخرى أو بأداء آخر فكذلك يقول هنا يرد الضمير إلى القرآن هذا ما أراه يرد الضمير إلى القرآن وأتوا به أي أتوا بهذا الكتاب متشابهاً متشابهاً ولكنه في الحقيقة محكم ده الأنسب ليه أنا بقول الاستعمال الاستخدام أو القول بالاستخدام في هذا السياق أنسب بالنسبة لما سبق من قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الكلام عن القرآن الكلام عن القرآن فمن المناسب من المناسب أن يضمن الحديث أو الحديث عن الوعد بالجنة أن يضمنه هذا المعنى من ببل استخدام يقول وأتوا به أي بالقرآن متشابهاً ولهم فيها فيها أي في هذه الجنات أزواج مطهرة أزواج مطهرة ما قالش أزواج طاهرات أو طاهرة بل قال مطهرة مطهرة لفر في فرء بين الطاهر وبين المطهر يعني ربنا ألعن الملائكة إيه ألعن الملائكة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون العوام ومعظم الناس يفكر لا يمسه يعني المصحف لا ده مش المصحف ده بتكلم عن الكتاب المكنون بتكلم عن اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ اللي في السماء قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه ما ألش لا يمسه على سبيل النهي وإنما قال لا يمسه ولو إن المفسرين بيقولوا هذا من قبيل ما هو خبري المبنى إنشائي المعنى أي أنه يحمل دلالة الإنشاء أي ما ينبغي أن يمسه أحد إلا إذا كان لكن هنا بيقول إلا المطهرون ما ألش لا يمسه إلا الطاهرون بل قال المطهرون فالمطهرون هم الملائكة هم الملائكة كذلك قال سبحانه وتعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها ومن أهل الفردوس الأعلى ومن أصحاب الجوار مع من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر